هنسيبك يا سيد لاشين وهنروح لنجومنا في السكواش عندنا اربع نجوم هيلعبوا بطولتين مع بعض بطولة الاهرام الدولية للرجال وبطولة العالم السكواش للسيدات عندنا تلات نجوم هيلعبوا بطولة الرجال وكريم عبدالجواد هو حامل لقب البطولة وكابتن مصطفى عسل وكمان معاه كريم علي فتحي دول هيلعبوا بطولة الاهرام المجموعة جوازها ما شاء الله 185 ألف دولار دول هيبدعوا ان شاء الله من يوم 25 أكتوبر لحد 1 نوفمبر لكن كابتن ياسرب عادل البطلتنا الكبيرة ونجمتنا الكبيرة بتلعب في بطولة العالم للسكواش ودي بدأت فعليا تبدأ بكرة فعليا 24 لغاية 1 نوفمبر مجموعة جوازها 425 ألف دولار نتمنى لها التوفيق بإذن الله كابتن ياسرب ونتمنى لنجومنا التوفيق لكن القرع في بطولة الاهرام جنبت كابتن كريم عبدالجواد اللي قدامنا في الصورة عشان هو حامل لقب البطولة اللي فاتت وإن شاء الله بإذن الله هيبدأ بطلنا كريم علي فاتح هيلاعب كابتن مازل هشام من ودي دجلة في دور 16 ومصطفى عسل هيلاعب الاسكوتلندي آآ 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 آ ما فأسر التوفيب